أصدر الشيخ أسامة الأزهري كتابا جديدا يحمل عنوان جمهرة أعلام الأزهر الشريف للأزهر الذي نور الدنيا وصنع العلماء ومنح مصر المأمانة والريادة والمكانة الرفيعة ومنحته مصر المكان والمكانة والإكرامة لزواره وطلاب العلم فيه حتى نزل الأزهر من مصر منزلت الإبن البار من الأم العظيمة على مدى 16 سنة صنع وتبلور ونضج هذا الكتاب للشيخ أسامة عشر سنوات منها كانت جمعا للمادة العلمية وست سنوات كان عكوفا وانقطاعا وانكبابا على التنفيذ والتدوين والتحرير وأيضا الصياغة الجمهرة توثيق ودراسة لتراجم علماء الأزهر في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين